خليني أقول لحضراتكم خليني أقول لحضراتكم أنه بتابع عن كثب وبدقة ردود أفعال الكثيرين في التعامل مع الأزمة فجأة أجد ناس كانوا من أشد المؤيدين لكل القرارات والمدافعين عن كل المشروعات فجأة أجد هؤلاء بيتنكروا من كل ما كتبوه وكل ما قالوه وإحنا كنا غلطانين ليه مال أنت حضرتك يعني كنت شارب حاجة صفرة يعني وانت بتقول أنه مشروع قناة السويس ولا العاصمة الإدارية ولا المشروعات التنموية ولا الزراعة ولا الصناعة وبنقول المشروع الوطني المصري والجمهورية الجديدة كنت مغايم انت تتحكم بتهمة الغباء وخيانة نفسك واحتقار نفسك تاني بقول يطلع واحد يهبل يهلل الحقونا يا جماعة الحقونا احنا خايفين يعمل في ايه هو احنا أي حد فينا يطلع يمسك ميكروفون ويطلع يقول يا أهل مصر المحروصة ما هكذا تعالج الأمور احنا عندنا وضع استثنائي في معاناة في صعوبة في أزمة السؤال السريع هل ده حاجة مصرية تخص مصر بس ما ينفحش أقولك لأ انت لازم تقول ان انت بتتابع الفضائيات بتشوف اللي برة واللي جوه بس أرجوك شوف الفضائيات اللي فيها نوع من ما فيش حاجة اسمها مجردة أو محايدة بس فيه شوفوا المحطات الأجنبية شوفوا لكن ما تشوف ليش ده أربع محطات بتوع العيل المرتزقة اللي هم شغالين على كل طابلة بيرقصوا لأ انت مش عاجبك كلامي أو مش واثق لكلامي ده حريتك من فضلك العنوان اللي بقوله أو الموضوع اللي بقوله أنا بقولك واجب لك الخبر أو اجب لك الموضوع بمصدره اللي غالبا علي بيبقى مصدر من أجنبي لنوع من الموضوعية والمصدقية أكتر لكن انت روح راجع وشوف اقرأ وقلت قبل كده في هذا المكان والرئيس برح قالها فيه في أكتر من مناسبة أوعى تدي دماغك لحد أوعى تدي ودانك لحد هم بيجروا وبيتسبقوا على دماغك وعلى ودانك عايزين يفسدوا عليك حياتك عندك مشاكل معروفة ومحسوسة ومرصودة وبالتأكيد هتتحل لكن مش عايزين حد يفسد علينا حياتنا نحرق بيتنا نخرب بيتنا وأنا بقول على التخريب والدمار وغيره مش تخريب من الكلاسيكي اللي في ذلك تخريب أي أمة يبدأ من خفض معنوياتها إن أنا أخفض معنوياتك الناس قدام المحلات وفي المولاد وفي كذا تعبنين آه ما تعبنين كل الناس تعبنين كل الناس كل الناس غاني وفي يا عمي إيلون ماسك خسر قد إيه وهنا نروح في إيلون ماسك أول أسبوع في الشهر مش عنا نهاردة سبعة يا ابني سبعة يناير إيلون ماسك يخسر حداشر مليار دولار في أول أسبوع من عشرين ثلاثة عشرين إيلون ماسك خسر قد إيه حداشر مليار دولار أهو أهو الراجل ده كان كان استراه بتاعته مية ستة وعشرين مليار دولار قد احتياطي بتاعنا ثلاثة اربع مرات بتاع البلد يعني ايه لهم ماسك دهو خسر حداشر مليار دولار يعني قاعد النهاردة عامل مندبة خسر خلال اتنين وعشرين متين مليار دولار لأول مرة في التاريخ يعني الرجل قدامكم ده اغنى رجل في العالم حزين وبيبكي وبيعيط وبقول اتخرب بيتك يا مصر يعني قصدي قصدي اغنى رجل في العالم مكتئب مكتئب خسر حداشر مليار والناس اللي ما عندهاش غير الف جنيه خسروا الفرق بتاع العملة والناس اللي الاسعار طفعت خسر بيروحوا يبدأ المكان يشتري الكيلو طماطم بقد كده بقد كده كله بيتكلم